كن ذاكراً كن شاكراً بالذكر تسمو ما بين البشر السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءاً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقاد فاز فوزاً عظيمة أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم أعطنا ولا تحرمنا وأكرمنا ولا تهنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا اللهم علما اللهم آمين أيها الأحبة الكرام أهلاً ومرحباً بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم فاذكروني وما زلنا أيها الأحبة الكرام نتحدث عن فوائد الزكر وعن آثاره الطيبة الإيجابية المباركة على الزاكرين والزاكرات حتى نجدد شوقنا إلى ذكر الله تبارك وتعالى ونجدد تمسكنا ومداومتنا وحفظنا لذكر الله تبارك وتعالى ومحافظتنا عليه حتى نفوزها بكل هذه الفوائد أو على الأقل بجل هذه الفوائد أو ببعض هذه الفوائد الجليلة التي نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهلها من هذه الفوائد تلكم الفائدة التي نختم بها فوائد ذكر الله تبارك وتعالى ألا وهي أن ذكر الله عز وجل يعود الإنسان منا يعوض الإنسان منا كثيرا من الأجور الفائتة على كثير من نوافل وتطوعات العبادات والأعمال الصالحة أحيانا الإنسان لا يستطيع أن يعمل العمل الفلاني ذكر الله عز وجل يعوضك أجر الصدقة إن فاتتك ذكر الله عز وجل يعوضك أجر نوافل الحج إذا فاتك ذكر الله عز وجل يعوضك أجر الجهاد في سبيل الله إذا فاتك ذكر الله عز وجل يعوضك عن نوافل الصلوات إن فاتتك ذكر الله تبارك وتعالى يعوضك عن أجور وحسنات نوافل العبادات والطاعات إذا حيل بينك وبينها بسبب عدم القدرة أو بسبب عدم الاستطاعة يا سلام النموذج ده موجود عندنا في الأعمال الصالحة نعم يعني هو النبي عليه الصلاة والسلام ألم يضرب لنا مثلا في حديث أبي كبشة الأنماري عليه رضوان الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الدنيا لأربعة نفر عبد آتاه الله علما ومالا فهو يعمل في ماله بعلمه يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعرف لله فيه حقه قال فهذا بأعلى المنازل فهذا بأرفع المنازل فهذا بأفضل المنازل وحق له ذلك طبعا رجل أوتي علما وأوتي مالا فهو بعلمه يعمل في ماله مش خط عشواء إنما يعمل بعلمه في ماله فيتقي فيه ربه بمعنى أنه لا يكتسب مالا من حرام ولا ينفق مالا في حرام ولا يجحد نعمة الله إن وسع عليه ورزقه فهو يعرف لله حقه في الزكاة المفروضة بل ويعرف لله حقه حتى في الصدقة النافلة صدقة التطوع يعني بينفق أزيد مما يجب من الزكاة إنما يدخل في باب الصدقة أيضا وهو يتقي فيه ربه وهو يصل فيه رحمه فيبدأ بالأقربين ويبدأ بالجيران ويبدأ بأولي الفضل وأولي الخير وبالتالي حق له أن يكون بأعلى المنازل طيب الرجل الثاني رقم اثنين في الأربعة وعبد آتاه الله علما ولم يؤته مالا فقال الرجل العالم ده اللي هو لم يرزق المال لو أن الله أعطاني مثل فلان اللي هو الرجل الأولين صاحب العلم والمال ده لو أن الله أعطاني مثل فلان لعملت فيه بمثل عمله أي لاتقيت فيه ربي ولا وصلت به رحمي ولا عرفت فيه لله بحق يعني أتمثل خطى الرجل الأول وأتوسم العمل الذي كان عليه الرجل الأول الذي رزق العلم ورزق المال لكن صاحبنا ده التاني مسكين رزق العلم لكنه لم يرزق المال شوف النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إيه عن التاني قال فهو بنيته وهما في الأجر سواء يعني صاحبنا التاني نال أجر الرجل الأول المنفق العامل في ماله بعلمه بإيه بقى بحسن نيته وصدق نيته رغم أنه لم ينفق كما أنفق الأول ولم يصر رحما كما وصل الأول إنما كل الحكاية أنه صدق الله عز وجل في قصده ونيته فكانت المكافأة أن النبي صلى الله عليه وسلم سوى بينه وبين الرجل الأول الأول بالإنفاق والعمل الصالح التاني بصدق نية لله تبارك وتعالى إذن يمكن أن يكون صدق نية يحصل للإنسان أجر ما فاته من هذه العبادات اللي هو لم يستطع أن يعملها أيها ممكن الإنسان ينال أعظم الأجر وأعظم السواب بصدق نيته طيب مالبأ إذا كان ذاكرا لله عز وجل ده من باب أولى أن ذكره لربه تبارك وتعالى يحصل له هذه الأجور التي فاتته بسبب عدم القدرة وعدم الاستطاع لكنه استعوض ذلك إنه عدم القدرة واستطاع على النوافل وعلى الحج النفلة والعمر النفلة والدعوة إلى الله وقراءة القرآن هو مش قادر يعمل الكلام ده كله لكنه كان مواظبا على ذكر لمن تسبيح أو استغفار أو حمد أو تكبير أو تهليل أو غير ذلك أو قراءة قرآن وبالتالي حصل له ذكر الله عز وجل وعوضه أجور هذه الأعمال الفائتة بسبب عدم قدرته واستطاعته طيب اسمع بقى حديث النبي عليه الصلاة والسلام وهو في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وشوف حال الصحابة وحال السلف كيف كانوا يتنافسون في الخير ويسألون عنه عليهم رضوان الله تبارك وتعالى قال أبو هريرة جاء الفقراء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدفور اللهم الجمع الأغنياء أصحاب الأموال ذهب أهل الدفور بالدرجات العلاء والنعيم المقيم ليه ذهبوا بالدرجات العلاء والنعيم المقيم قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم لكن هم مزيادة عننا أن لهم فضل أموال يحجون ويعتمرون ويزكون ويتصدقون ويجاهدون يبقى عندهم عبادات مالية أكتر منا لأن إحنا فقراء ما عندنا المال الذي نجاهد به ولا عندنا المال الذي نحج به ولا عندنا المال الذي نعتمر به ولا عندنا المال الذي نزكي به ولا عندنا المال الذي نتصدق به هذه أعمال خمسة من الأعمال المالية يستأثر بها الأغنياء ويتفوقون بها علينا نحن معاشر الفقراء وفي النهاية إخواننا الأغنياء يصلون كما نصلي ويصمون كما نصون لكن سبقون بخمسة أعمال لي العبادات المالي فماذا نفعل يا رسول الله كأنهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يدلهم على عمل يستطيعونه بهذا العمل الذي سيدلهم عليه رسول الله يعود أجور الأعمال الخمسة المالية دي التي يسبقهم بها إخوانهم الأغنياء وفعلا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم لطيفا وكان بهم رؤوفا وكان بهم رحيما عليه صلوات الله وسلامه وهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم قال لهم أفلا أدلكم على عمل إذا عملتموا أدركتم من سبقكم حصلتم إخوانكم الأغنياء أدركتم من سبقكم ولم يدرككم أحد بعدكم إلا إذا عمل مثله طبعا أكيد بلهفة وشوق قالوا بلى يا رسول الله أخبرنا دلنا على هذا العمل اللي نحصل به أو ندرك به من سبقنا ولا يستطيع أحد أن يصل إلينا أو أن يدركنا إلا إذا عمل مثله تتصور دلهم عليه أنا لو كنت سبت الأمر لخيالي أقول أتذكر أو أتصور أن يدلهم على يعني مثلا الشهادة في سبيل الله لكنه لم يدلهم على شيء من هذا إنما دلهم قال تسبحون تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة مكتوبة ثلاثا وسلاسين وتجعلون تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير إذا فعلتم هذا وحفظتم عليه ودومتم عليه أدركتم من سبقكم من الأغنياء أدركتم أجر الحج أنتم حجتوش حج النافلة وأدركتم أجر العمر أنتم اعتمرتوش وأدركتم أجر الصدقة أنتم أنفقتوش وأدركتم أجر الجهات في سبيل الله وأنتم لم تجاهدوا ولم تخزوا سبحان الله تلاتة وتلاتين والحمد لله تلاتة وتلاتين والله أكبر تلاتة وتلاتين وتمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللي احنا بنسميه ختام الصلاة اللي الفقهاء والعلماء بيسموه باب ما جاء في الذكر بعد الصلاوات المكتوبة ده الذكر اللي بعد الصلاوات المكتوبة بدل ما ننشغل بعد الصلاة بالفيس وننشغل بعد الصلاة بالواتس وننشغل بعد الصلاة بمتابعة الأخبار سواء السياسية ولا الرياضية بدل ما ننشغل بعد الصلاة بالقيل والقال ومحادثة الإخوة المصلين يميني وشمالي بدل من ننشغل بالقيل والقال ننشغل بأننا نقول بعد الصلاة سبحان الله تلاتة وثلاثين والحمد لله تلاتة وثلاثين والله أكبر تلاتة وثلاثين ونختم المية بالذكر الأخير ده لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لو وظبنا عليه وحفظنا على هذا الذكر ندرك ما سبقنا به إخواننا من الأغنياء من هذه الأعمال الجليلة سواء الصدقة ولا الغزو والجهاد ولا الحج والعمر ولا غيرها من الأعمال فرح الفقراء وعادوا مصرورين فرحين فما هي إلا بضع ساعات أو إن شئت فقل بضعة أيام إلا وإخوانهم الأغنياء سمعوا باللنبي ألل الفقراء إلا هو الذكر بعد الصلدة فعمل الأغنياء بمثل ما عمل به الفقراء فلما الفقراء سمعوا للأغنياء عملوا نفس العمل زيهم يبقى ما زال السبق المين في هذه الحالة للأغنياء بالعبادات المالية رجعوا مسكين إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قالوا يا رسول الله إخواننا الأغنياء سمعوا بما قلت لنا فعملوا مثله فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء كانوا يتنافسون في الخير وفي ذلك فليتنافس المتنافسون شفت يا أخي ذكر الله عز وجل يعوضك كثيرا من نواقص العبادات واضب على ذكر الله حافظ على ذكر الله احجز لنفسك مكانا في الذاكرين والذاكرات نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته وأن يجعلنا وإياكم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات إنه ولي ذلك والقادر عليه وأعتقد أن هذه الفوائد تثير الشوق والحنين إلى أن نكون بالفعل من المحافظين على ذكر الله تبارك وتعالى أسأل الله لي ولكم العفو والعافية إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبرك على النبي محمد كن ذاكرا كن شاكرا بالذكر تسمو ما بين البشر